وللمزيد ينضم إلينا من خان يونس بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية أهلا بك بشير إذن الأحداث ما زالت متصاعدة في خان يونس نود أن نعرف منك ما هو الجديد لديك في الساعة الأخيرة تحية لك أميمة ندخل في هذه اللحظات يوما جديدا للعدوان الإسرائيلي قطع غزة بعد انتصاف الليل في هذا القطاع حسب التوقيت المحلي وهو اليوم الرابع عشر بعد ثلاثمائة للعدوان الإسرائيلي الحقيقة أن أمس كان يوما دمويا على محافظة خان يونس في أقصى جنوب قطع غزة حيث سقط ثلاثين شهيدا من بينهم نساء وأطفال جراء الغرات الإسرائيلية التي طالت عدة مناطق في شرق هذه المدينة وفي غربها وتحديدا في الشمال الغربي لهذه المدينة حيث قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية برجا سكنيا في منطقة أبراج مدينة حمد الواقعة شمال غرب مدينة خان يونس بالإضافة إلى القصف المتواصل باتجاه منازل المواطنين في المنطقة الشرقية الجنوبية والتي طالت عدة منازل الأمر الذي أدى إلى سقوط العشرات من الشهداء من بينهم نساء وأطفال ووصلوا إلى هذا المستشفى عبارة عن أشلاء جراء الاستهداف المباشر لتلك المنازل أيضا قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير مربعات سكنية في منطقة القرارة الواقعة في المنطقة الشرقية الشمالية لمحافظة خان يونس أيضا مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة لا زالت تتعرض لليوم المئة لهذا العدوان الإسرائيلي المتصاعد الأليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة تقوم بتدمير المنطقة الغربية حيث تل السلطان والحي السعودي الأول والثاني فيما تتساقط المدفعية بشكل قوي ومتواصل باتجاه المنطقة الشرقية نتحدث عن حي الجنينة وحي السلام ومحيط المعابر الفلسطينية جميعها تتعرض إلى هذا القصف المدفعي والمتواصل إذا ما تحدثنا عن شمال وادي غزة تحديدا حي الزيتون الذي يقع في المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة غزة لا زال أيضا يتعرض إلى غارات متواصلة وعنيفة من الطائرات الحربية الإسرائيلية وكذلك قصفا مدفعيا أدى هذا القصف إلى استشهاده ثلاثة فلسطينيين من بينهم الطفلين والعشرات من المصابين الذين وصلوا إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة لتلقي العلاج الزوارق الحربية الإسرائيلية كذلك تواصل قصف الشريط الغربي لقطاع غزة هذا الطريق الساحل الذي تتساقط عليه القذائف من تلك الزوارق التي تجوب قبالة شواطئ قطاع غزة وتقوم بتدمير وتدمير واسع للطريق الساحل الذي يربط المحافظات الشمالية بالمحافظات الجنوبية أميما نعم طيب بشير يعني فيما يتعلق بنصف المربعات السكنية يعني هل كان هناك مبررا لهذا الأمر كالعادة بأن هناك بعض العناصر من المقاومة مثلا أو بعض المسلحين أم ماذا هل سبق أيضا هذا الهجوم وهذا الناس في المربعات السكنية اندار من قبر جيش الاحتلال يعني الاحتلال الإسرائيلي عادة ما يتبع هذه السياسة وهي تفخيخ المربعات السكنية ومن ثم تفجيرها في كل المناطق التي يتوغل بداخلها وتصل إليها الأليات العسكرية الإسرائيلية هذا الأمر وهذا السيناريو تكرر في كل محافظات قطاع غزة بهدف إيقاع أكبر خسائر ممكنة وتدمير لمنازل الفلسطينيين وتغيير المعالم الجغرافية وديمغرافية لمحافظات قطاع غزة وتدمير المناطق السكنية وإيقاع كل هذه الخسائر في صفوف المواطن الفلسطينيين بهدف الضغط عليهم وترحيلهم من مناطق سكنهم إلا أن الإصرار الفلسطيني على الصمود والبقاء يسود الفلسطينيين بشكل كبير الاحتلال يقوم بتدمير المنازل والمنشئات السكنية ومن ثم يعود الفلسطينيون وانصبون خياما فوق تلك وركام تلك المنازل ويعدون للاستقرار في مناطقهم التي يدمرها الاحتلال رغم الدمار الواسع الذي يطال كل تلك المناطق نعم فيما يتعلق بالوضع الصحي والوضع الغذائي أيضا نود أن نعرف منك وأن نطمئن على الوضع الصحي نعلم أن الأمور في غاية التدهور نظرا لعدم وجود أي مقومات للعلاج وما إلى ذلك ولكن ما هي آخر الأوضاع لديك وأيضا فيما يتعلق بالمجاعة التي تتعرض لها غزة وخان يونس بالفعل أميمة المجاعة وصلت إلى نسب عالية في المجتمع الفلسطيني لا يوجد أي مقومات للحياة الإنسانية في هذا القطاع المنطقة الشمالية شمال وادي غزة تتعرض إلى جوع حقيقي وتعرض الفلسطينيون في تلك المنطقة إلى سوء تغذية وقد سقط العشرات من الفلسطينيين نتحدث عن ما يزيد عن 37 فلسطينيين معظمهم أطفال سقطوا جراء سوء التغذية في شمال قطاع غزة لا يوجد كذلك مياه صالحة للاستخدام في ظل التلوث الكبير في المياه في شمال قطاع غزة الأوضاع في المناطق الجنوبية للقطاع ليس أفضل حالا عما عليه في شمال قطاع غزة بسبب اعتماد الاحتلال الإسرائيلي على القرأة إدخال المساعدات الإنسانية إلى هذا القطاع الذي يعاني من العدوان الإسرائيلي المتصاعد منذ السابع من أكتوبر وما سبقه من حصار مشدد على هذا القطاع كذلك الأوضاع الصحية في قطاع غزة منه تماما المستشفيات تعمل بقدرة جزئية بسبب عدم توافر الأدوية ومستلزمات الطبية والوقود اللازمة لتشغيل هذه المستشفيات هنا الأطباء قد يضطرون للدخول إلى غرف العمليات ذات التعقيم العالي بدون الانتزام بالبروتوكول الطبي نظرا لعدم توافر الزي المريول الطبي الخاص بالأطباء في قطاع غزة العملية تجرى بدون وجود المواد المخدرة في قطاع غزة نظرا لفقدان الأدوية والمستلزمات الطبية وبالتالي القطاع الصحي منهار تماما القطاع الإنساني والأوضاع الإنسانية منهارة تماما هذا يضاف أيضا إلى انتشار الأمراض والأوبئة في صفوف المواطنين الفلسطينيين نظرا لتكدس أكوام القمامة ومياه الصرف الصحي بالقرب من خيام النازحين ومناطق صحناهم نعم أشكرك شكرا جزيلا بشير جابر مراسل القاهرة الإخبارية كنت معي من خان يونس نتونى أن تتحسن الأوضاع بإذن الله في الفترة المقبلة شكرا جزيلا لك